مصادر غربية تقول بوتين بات يتخذ القرارات العملياتية والتكتيكية الخاصة بالحرب قالت مصادر عسكرية غربية إن الرئيس روسي فلاديمير بوتين بات يشارك شخصيا في حرب أوكرانيا حيث يتخذ القرارات العملياتية والتكتيكية الخاصة بها والتي من المفترض أن يتم اتخاذها من قبل عقيد أو عميد في الجيش ذلك بعد تعثره في تحقيق أهدافه التي كان يطمح إليها عند بدء الحرب أضفت المصادر لصحيفة الڭاردين البريطانية أن بوتين يساعد في تحديد تحركات قواته في دومباس والتي تخفق روسيا في تحقيق مكاسب ميدانية بها ولكن رغم ذلك فإن بوتين لم يقم بتهميش رئيس الأركان العامة الروسية فاليري جيراسيموف كما زعمت أوكرانيا الأسبوع الماضي بل يعمل إلى جانبه ويتخذ القرارات معه وفقا للمصادر التي قال أحدها نعتقد أن بوتين وجيراسيموف متورطان في صنع القرار التكتيكي على مستوى نتوقع عادة أن يتخذه عقيد أو عميد ترجمة نانسي قنقر